موسيقى السوداني إنه يشبههم ولكن السيادة العراقية بين تركيا وإيران أين الولايات المتحدة؟ ماذا يحدث في الجمهورية الإسلامية؟ ثورة شعب أم مؤامرة على الإسلام؟ ابقوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الأيام تكثر هذه الأسطوانة المشروخة طبعا لأنها تستهدف بالأساس المكون المجتمعي الأكبر وتستهدف دور الشيعة بشكل أساس في العملية السياسية وإضعاف هذا الدور بل أيضا يستهدفون إنهاءه نهائيا وإعادة الأوضاع إذا استطاعوا إلى ما كانت عليه سابقا يعني ما يسمونه بحكم الأقلية للأكثرية لأن الكثير من العرب تحديدا يعني العرب أنا أقصد الأنظمة العربية وأقصد الجماعات العرقية والقومية الشوفينية وعموم الجماعات التي لديها موقف أساسا من مدهج ومدرسة أهل البيت عليهم السلام هؤلاء يعتقدون أن سقوط نظام صدام إحسين هو سقوط لنموذج الحكم السني للعراق فلذلك يريدون أن يعيدوا هذا الحكم بأي شكل من الأشكال ولدينا أمثلة كثيرة حتى اليوم ونالك صحف عربية نافذة معروفة تكتب عن هذا الموضوع فالآن هذه الأسطوانة بدأت أيضا تطرح يعني مباشرة بعد تسلم السيد محمد الشيع السوداني لمهام منصبه بل البعض أخذ يطرح هذا الموضوع حتى قبل أن يتسلم منصبه بل حتى قبل أن تتم المصادقة عليه من قبل البرلمان من قبل مجلس النواب قال له ما راح يتغير شيء على الإطلاق لأن السوداني يشبه بقية رؤساء الوزراء الذين تعاقبوا على هذا المنصب في العراق منذ 2003 طبعا يبرئون ما قبل 2003 وكأنه هو ذلك الزمن الجميل بل يقولون ذلك الكثير يتحدث الله كنا في الزمن الجميل في الزمن الجميل وطبعا مع كل الأسف على قنواتنا على وسائل إعلامنا أن تقوم دائما بتذكير العراقيين وتذكير الرأي العام العربي تحديدا بذلك الزمن الجميل كيف كان يعيش العراقيون تحت مضلة حكم حزب البعث حكم الحزب الواحد الذي تحول إلى حكم القائد الواحد والأوحد والبطل الضرورة الظروف الصعبة التي كان يعانيها العراقيون المئات الآلاف الذين قتلوا جوعا وبالأمراض الفتاكة المئات الآلاف الذين قتلوا بسلاح نظام صدام في الأنفال في حلبشة من العراقيين وأولئك الذين قتلوا بسبب حماقاته في الحرب التي شمها على الجمهورية الإسلامية وفي غزوه للكويت وهذه الحماقات التي لا يستطيع العاقل أن ينساها لكن يجب دائما التذكير بها فيقل لك الفرق الوحيد بين محمد الشياء السوداني وغيره منه آساء الوزراء السابقين أنه جاء من البيئة العراقية يعني من الداخل وهذه أيضا أسطوانة مشروخة يحاولون أيضا دق أسفين من خلالها بين العراقيين أنفسهم وكأن العراقيين الذين اضطروا للهجرة إلى الخارج تحت قمع نظام صدام ونظام البعث عموما ذهبوا في سياحة أو ذهبوا للإصطياف وكأنهم لم يقارعوا هذا النظام وكأنهم لم يفعلوا كل ما بوسعهم لتحرير العراق من هذا النظام الدكتاتوري القمعي وكانوا قد ضحوا بأنفسهم وضحوا بعوائلهم ومن نفذ وتمكن بفضل الله سبحانه وتعالى أن يخرج أيضا واصل هذا الجهاد وهذا النظام ضد هذا النظام الدكتاتوري من الخارج فيقلك هو يعني مجرد محمد الشيعة السوداني واحد من هذا من جنس هذه الطبقة السياسية ولذلك فإنه سيفشل من الآن حكموا عليه بالفشل لكن العراقيين بشكل عام العراقيين بشكل عام والخبراء والمراقبون المنصفون أيضا بالتأكيد لديهم وجهة نظر مختلفة خصوصا وهم يشاهدون البداية القوية التي بدأ بها السيد محمد الشيعة السوداني مهام منصبه بدأ بداية قوية اجتمع في يوم الجمعة واتخذ عدة قرارات مهمة وخطيرة في نفس الوقت فيما يتعلق بملف الفساد الذي أقول بأنه منذ البداية يمكن أن نعتبر فخ كبير نصيب له لكي ينشغل السيد محمد الشيعة السوداني بهذا عش الدبابير الذي فتح عليه ولذلك فإنه س يعني قد لا أقول يتخلى وإنما لا يبدي اهتماما كبيرا ببرنامجه الحكومي الذي كان قد أعلنه خصوصا فيما يتعلق بتقديم الخدمات وخصوصا ما يتعلق بالبنى التحتية مشروع بناء بناء تحتية إعادة البنى التحتية القوية في العراق هي طبعا سمنا نقولها إعادة هذا يرغب نبحث وكلام لأن نظام صدام هو بقى بنى تحتية في غزواته وعدوانه وفي حماقاته لكن أقول يعني نتعين على السيد محمد الشيعة السوداني أن يقوم بالتركيز أيضا على البنى التحتية في بناء اقتصاد قوي وفي تجسير الهوة بين المواطنين وبين القيادات السياسية التي جاءت به يعني هذا الإطار التنسيقي الذي جاء به نعم هو مرشح تعالف واثلاف إدارة الدولة لكنه بالتأكيد وفق حزمة التوافق هو المرشح الأساسي للإطار التنسيقي من هذا الباب عليه أيضا أن يعمل من أجل هؤلاء العراقيين وعليه أيضا وعلى الإطار التنسيقي أيضا أن يدعمه لكي يوفر خدمات كبيرة ومباشرة للعراقيين لأولئك الذين صنعوا بين القيادات السياسية وبينهم شرخا طوال الفترة الماضية ما أصبح يعرف بالضد النوع هذا دائما لازم انذكره هذا دائما لازم انكرره لكي أيضا هؤلاء هذه القاعدة الشعبية هي التي ستدعمه في بشاريعه وفي رؤاه وفي تطبيق برنامجه الحكومي بالتفصيل ودون أن يغرق في وكر الدبابير الذي يريدون أن تتجه بوصلته دائما وتنحصر فقط عند الشيعة أنتو أنتو جاء تشوفون هناك حديث وهذا يجب أن يتكرر دائما من يصير الآن كلام منذ أن فتح ملف المليارين ونصف مليار التركيز هو دائما على المكون الشيعي ما كو حديث عن فساد لدى المكون السني ما كو حديث عن فساد لدى المكون الكردي طبعا أقصد السنة والكرد المنشغلين والمنخرطين في العملية السياسية حتى أن صحيفة الجارديان مثال من مراسلتها في داخل بغداد أيضا قامت بإعداد تقرير فيه الكثير من الخبث فيه الكثير من الدس عندما تريد أن تحصل حتى في قضية الدولة العميقة التي تعرق البرامج وإمكانيات أن يحقق السيد محمد الشيعة السوداني برامجه يركزون على أن هذه الدولة العميقة هي بيد مثلا المنظمة الفلانية والتيار الفلاني الذين هم من داخل الإطار التنسيقي دون الإشارة ودون التعرض لا إلى سنة السلطة ولا إلى السنة الكرد أيضا في السلطة وإلى بقية الشيعة الذين هم أيضا في العملية السياسية وإن كانوا حاليا بالظاهر خارج البرلمان مثلا التيار الصدري على سبيل المثال لا يتعرضون له التركيز على جزء واحد من هذا المكون لإسقاطه وبعض حتى من يقول لك هو ترى محمد الشيعة السوداني ما يختلف عنه هو واحد من هؤلاء فهو يشبه كل أولئك الذين يحملونهم مسؤولية الفساد جزاثا مع أنه المرحلة السابقة ثبت بالتأكيد وعبر الوثائق أن حكومة السيد محمد مصطفى الكاظمي هي الأكثر فسادا بل هي المخرطة والمتورطة في الفساد يعني عندما نتحدث عن الحكومات السابقة ما كو دليل على أن رؤساء الحكومات السابقة لا السيد عادل عبد المهدي لا السيد حيدر العبادي ولا السيد نور المالكي ولا السيد الدكتور إبراهيم الجعفري أنهم متورطون مباشرة بالفساد أو بالإخفاق الذي شارك فيه كل أولئك الذين ساهموا في الحكومات السابقة نعم السوداني يشبههم من حيث أنهم رجال وهو أيضا من الرجال هو من جنس البشر وهو عراقي كما هم عراقيون لكنه بالتأكيد لديه بصمة واضحة حتى الآن حتى الآن لديه بصمة واضحة يجب أن ندعمها جميعا لكي يتمكن من توسيع هذه البصمة الإيجابية على كل مرافق الدولة في العراق صحيح هو رئيس حكومة عراقية للعراقيين جميعا لكن عليه أيضا أن يبدأ ويعمد على العمل من أجل المكون الذي تضرر كثيرا والذي أرادوا شقه خلال الفترة الماضية ونجحوا في بعض الأحيان ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر السيادة العراقية بين تركيا وإيران وأيضا طبعا الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الملف خطير جدا ومهم جدا لأنه حوله جدل حوله حتى انقسام في وجهات نظر العراقيين أنفسهم مثلا فيما يتعلق بالانتهاكات التركية المتواصلة متواصلة لا تكفي هذا التنديد لا يكفي حتى البرلمان عندما يجتمع ويندد أيضا لا يكفي لأن العدد الهائل من هذه الانتهاكات لا يتوافق مع حجم التنديد ومع عدد البيانات الصادرة التي لا تغني ولا تسمن من جوع بل أن هنالك قوة سياسية لديها ميليشيات موجودة في الموصل وهذه الميليشيا تقوم القوات التركية بتدريبها ومدها بالسلاح حللا هناك قواعد تركية كثيرة موجودة في شمال العراق في كردستان العراق الحبيب أكثر من مئة قاعدة عسكرية باعترافهم واعتراف وزارة الدفاع العراقية والحديث إذن عن اختراقات وعن خروقات وعن انتهاكات يصبحوا عبثا نفس الشيء إذا أردنا أن نتحدث حتى نكون منصفين نفس الشيء يجري فيما يتعلق بالغارات التي تقوم بها مع الفارق طبعا القوات الإيرانية تحديدا قوات الحرس الثوري وتستهدف مواضع ومواقع خاصة معروفة لقوات عسكرية انفصالية ميليشيات انفصالية لحركات انفصالية تقوم علنا تعلن أنها تريد إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية احنا ما شفنا في الحالة التركية يعني موضوع حزب العمال الكردستاني ما لدينا في أربيل أو في أي منطقة في كردستان العراق هناك تصريحات صحفية تصدر باستمرار هنا مثلا القنوات الفضائية الموجهة لإيران أو الموجهة حنقول للعالم العربي بشكل عام التي تتحدث مع الخارج في بريطانيا على سبيل المثال ما لاحظنا مثلا هناك مقابلات تبت من داخل تركيا داخل أربيل وموجهة مباشرة ضد تركيا وتنادي بتجزئة تركيا بينما هذا نشوف في الحالة الإيرانية نشوف قيادات الكوملة حزب كادحي كردستان إيران بيجاك نشوف حزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني من داخل أربيل ومن السليمانية تجو إلىهم والكارثة بعض التلفزيونات التي تجري معهم مقابلات هي كردية يعني خاضعة لحكومة إقليم كردستان أقول مع ذلك أيضا عندما نريد أن نتحدث عن موضوع السيادة العراقية فيما يتعلق بالغارات التي تشنها إيران أيضا هذا يصبح عبثا فقط نحكي ونتكلم ونقول نندد ندين ويجب احترام سيادة العراق أصلا تلاحظون أن حكومة إقليم كردستان شوفوا هذه المفارقة حكومة إقليم كردستان عندما تنددوا بالغارات الإيرانية أقول بالغارات الإيرانية فإنها تقول أن هذه الغارات استهدفت مواقع للمعارضة الإيرانية يعني لم تستهدف لا المدنيين الكرد العراقيين ولم تستهدف مواقع كردية عراقية ولا مواقع تابعة أيضا للدولة العراقية هذا كل يجب أن يوجد له حل جذري زين اليوم سنرح تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رجب طيب أردوغان الآن يتحدث هو عنده يعني مو تقولوا ما عنده هو عنده قوات برية على الأراضي العراقية في شمال العراق يجي مثلا يصرح بعد الغارات التي شنها مساء الأحد الجيش التركي على مواقع في كردستان العراق وطبعا تزامنت مع الغارات التي شنها الحرس الثوري يجي رجب طيب أردوغان يقول نحن لن يكرر لن نكتفي بهذه الغارات الجوية بل سنشخد بعد قليل أو بعد أيام عمليات للقوات البرية تقوم بالاجتياح تشتاح هذه الأماكن وتنفذ فيها عمليات عسكرية زي ليش عندما الإيراني يجي ويقول يا به أو هكذا ينقل على الأقل ما عدنا تصريحات رسمية من القيادات الإيرانية لاحظنا بعض التسريبات من هنا وهناك أن إيران تقول أنا ربما ألجأ إلى نفس ما لجأ إليه الأكراد هذا أمر طبيعي يعني هذا أمر طبيعي لأنه خصوصا الآن لحسنت رح شوف الفرق داخل تركيا وداخل إيران صحيح داخل تركيا أو جدولهم هذا المبرر فيما يتعلق بالعملية الإرهابية الأخيرة تفجير تقسيم في إسطنبول مثل المبرر لكي تقوم تركيا بشن غارات وبتنفيذ عملية عسكرية في سوريا لكن تهديدات أنقرة والعمليات العسكرية التركية في سوريا ليست جديدة عادة ما أنقرة تهدد وتنفذ تهدد في غزواتها لسوريا والتي في الغالب تستهدف المناطق الكردية في كثير من الأحيان بشكل روتيني منذ العام 2016 وذلك أيضا حتى يعني بتحت مرأة ومسمع بل وبتوافق مع القوات الأمريكية ما لك شغل بهذا الكلام الذي يجري هنا وهناك والله أمريكا زعلانة أمريكا ما راضية لا بالعكس أمريكا راضية جدا لأنه لا تستطيع الآن بشكل خاص هذه الأيام أن تقول لتركيا لا لأن تركيا تلعب دوض فيما يتعلق بموضوع صادرات الغذاء وصادرات الحبوب بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية من مصلحتها أن تكون أيضا لتركيا اليد الطولة في سوريا وحتى في العراق نعم بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت بالفعل راغبة في تحسين علاقاتها مع الحكومة العراقية الجديدة وراغبة بالفعل لكي كما تزعم السفيرة الأمريكية التي أجرت على الأقل سبع لقاءات مباشرة مع السيد محمد الشيع السوداني منذ تكليفه وتمرير حكومته وبعد تشكيل الحكومة لقاءات مباشرة وقالت نحن ندعم الحكومة العراقية بإمكانها قبل كل شيء أولا أن يجري الحديث مرة أخرى عن القوات الأمريكية تواجد القوات الأمريكية في شمال العراق وفي داخل العراق وفي أماكن مختلفة من العراق في القاعدة العسكرية التي تسمى السفارة الأمريكية أيضا بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تطلب من تركيا إخراج قواتها من شمال العراق لسبب بسيط لأن تركيا هي عضو في الناتو الذي تتولى الولايات المتحدة الأمريكية قيادته وطبعا العلاقة المعروفة بين الولايات المتحدة الأمريكية والناتو لكن ما يؤسف له أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تندد بالغارات الإيرانية في كردستان العراق تعتبر أن هذه الغارات تمس مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وكأن كردستان العراق ضيع من أو قرية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية هذا الموضوع يا أحبائي مع أن ني أعرف جيدا أن البدايات يعني الآن من الصعب بمكان الآن نتفهم من أن السيد محمد الشيعة السوداني يثير هذا الموضوع في الوقت الحاضر مع الولايات المتحدة الأمريكية لأنه كما ذكرنا في المحور السابق هو الآن مجهول بموضوع الفساد وأيضا الذي يجب أن يعوم ملف الفساد ولا يكون منحصرا بالشيعة وأيضا لديه هناك استحقاقات فيما يتعلق بالخدمات وتطوير البناء التحتية لكن في نفس الوقت يجب أن يضع في الحسبان وفي جدول أولوياته إعادة النظر بموضوع اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تم إبرامها في ظل ظروف معينة العراق كان يعيش في ظل ظروف صعبة آنذاك الآن العراق يعني هكذا يجب أن يتم التعامل مع الولايات المتحدة مع إيران مع تركيا على أساس العلاقات المتكافئة المتوازنة وموضوع الحوار الدبلوماسي والحوار السياسي هذا يجب أن يشرع به من الآن دون انتظار الانتهاء من ملفات أخرى هذا بالإمكان العمل عليه في التوازي مع باقي الملفات نعم السيادة العراقية مهمة يجب أن نحافظ على هذه السيادة العراقية لكن بشكل متوازن ومتساوي وأيضا بالتمييز بين العدو والصديق ومن الصديق الأفضل ومن الصديق ومن اللي الذي يمكن أن يعرقل أن يحصل العراق على سيادته الكاملة لكن كل شيء بمقدار ويجب على الإطار ويجب على جمهور الإطار دعم مثل هذا الموضوع ودعم حكومة السيد محمد الشيع السوداني في كل المفاوضات التي يمكن أن تفتح في القريب العاجل بين العراق وتركيا وبين العراق وإيران وبين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وأكرر مع إيران أحنا عندنا القرار 598 الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي أوقف الحرب ما يسمى بالحرب العراقية الإيرانية في الثامن من أغسطس 1988 لكنه ترك الحالة بين العراق وإيران في اللا حرب واللا سلم مفروض نطورها ونوصلها إلى السلام لتوقع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بدولة شقيقة وجارة هي الجمهورية الإسلامية خاصة وهي تتعرض إلى مؤامرة كبيرة وكبيرة جدا هذه الأيام نعم الجمهورية الإسلامية قادرة على عبور كل هذه المطبات وهذه الأزمات وقد أثبتت ذلك في سنوات سابقة وهذه المؤامرات ليست جديدة على الجمهورية الإسلامية لكن الجديد فيها وأنا أعتبر ذلك من نعم الله سبحانه وتعالى هذا أمر جيد الجديد في هذه المؤامرة الجديدة أنها أفرزت القوى السياسية أو الجماعات من يريد نظام الجمهورية الإسلامية ومن يعمل على إسقاط هذا النظام نظام الجمهورية الإسلامية طبعا هناك من المخدوعين من الصبية من الفتية وقادة الحرس الثوري أشاروا إلى ذلك كثيرا حتى في الآونة الأخيرة قالوا أنه نحن بإمكاننا يعني بعد مرور ستين يوما على هذه الأفطرابات الدموية وكرر الدموية لأن فيها قتل وفيها تفجير وفيها اختيالات وفيها مولوتوف وفيها حرق وحرق بيوت وفيها سلخ جليد بعد مرور ستين يوما قال بإمكاننا أن نحسم هذا الموضوع بستة أيام ليش بستة أيام نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني قال لكن نحن بسبب وجود عدد من المخدوعين أردنا أن نعطيهم الفرصة لكي يراجعوا أنفسهم يشوفون ونراويهم وسائل الإعلام يشوفون هم أيضا لا يتأثروا فقط بوسائل الإعلام المعادية ويشوفون من اللي قاعد يقوم بعمليات القتل من اللي قاعد يفتعل هذا السيناريو القتل سيناريو القتل اللي يدفذوه في سوريا سيناريو القتل اللي يدفذوه في أماكن أخرى حتى في العراق نفذوا مثل هذا السيناريو يقتلوا الناشط وبعدين ينتم كشف الأمور أن اللي قتل هذا الناشط هو من هذه المجموعات التي تتعامل مع الخارج لكي يوجدوا الاضطراب والفوضى بسيط مثال كل شيء بسيط أضرب الكومياء هناك طفل صغير قتل في إيزة مدينة في خوزستان التي تقتنها الأغلبية العربية في خوزستان مركز هذه المحافظة الأهواز طفل أمر تسع سنوات بعدين تيجي أمه السؤال أنا ما أريد أن أدخل في تفاصيل شخصية مع أن لدي رأي شخصي في هذا الموضوع بس تيجي الأم أيضا ونقلون عنها هنا وسائل الإعلام هنا موجودة في لندن في بريطانيا ممن تبط باللغة الفارسية ممن هي ممولة من الموساد ولدي معلومات كاملة طبعا هي ممولة بالأساس من المملكة العربية السعودية لكن مدعومة أيضا من الموساد يشارك الموساد في دعم هذه المؤسسات بالإضافة إلى أجهزة استخبارات أخرى غربية معروفة يجوون ويركزون على هذه الأم وعلى هذا الطفل اللي هو القتل وهي سبعة آخرين بيناتهم ناس أصلا من البسيج إجت مجموعتين مسلحتين دفاجات ورموهم كلهم وهذا الطفل كان سيارة وهي أمه حسب ما هي تقول في السيارة والقتل في نقلون عن أمه ويسوون القضية أنه والله النظام هو الذي قتل هذا الطفل حتى يهيجون الرأي العام هنا المؤسسات الإعلامية خب شفت في قضية إيهاب الوزن مثال بسيط بسيط جدا ليش أقول لكم أنا دائما أن هذه الأمور متشابهة حتى في قضية أوكرانيا في 2014 عندنا نفس السيناريو وأرجعكم مرة أخرى إلى المؤرخ الأمريكي إيريك زويس كتب في 2018 تقرير استقصائي في غاية الأهمية أثبت بالوقائع بالصوت والصورة مو رح سئل بعدين ومثلا يأخذ رأيي لا 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 في تلك الأيام من 2014 إلى 2018 هو يشتغل 2014 ماذا جرى في 2014 الولايات المتحدة في عهد أوباما الذي الآن هذا نائب بايدن نفس يعني الديموقراطيين النيتو شنو قاموا بدور في القتل القناص مفاصل وتفاصيل متشأة كثيرا نسخة طبق الأصل نفذت في العراق والآن نسخة طبق الأصل طبعا نفذت في سوريا من درعا فما فوق والآن يريدون ينفذوها بإيران تذكرون أقول تذكرون إيهاب الوزني وجابوا أمه هذا هم نفس الشي جاي يجيبون أمه وتحكي وتعجي منا وتود منا السبع دين أمه نكرت قالت أنا ما قاعد لهذا الكلام لأن التليفون مو كان بإيدي ومن يوم استغلة وأنا ما أعرف وناشترين على الإنستغرام سأحطها إلى جنب بالنتيجة أكو أم وأكو طفل قتل بأيدي الأرهابيين وداعش مشاركة داعش تجي تتبنى عملا رسما داعش المعروف وهذه داعش اللي احنا عدنا وياها تجربة واللي قاتلتها إيران والتي انتقنت الولايات المتحدة الأمريكية من إيران لأنها كسرت ظهر داعش اختاله الشهيد الحاج أبو مهدي والحاج قاسم سليماني فأقولوا إيهاب الوزني انقتل وجابوا أمه وقالت وأنا شفت سيارة مظللة وعليها صورة الشاي ومن اللي يرويج بلاس خات رايحة محفاية شوفوا صورتها أرجو من الأخ المخرج يخلي هذه الصورة صورة بلاس خات في بيت في بيت حريصة تقرأ الفاتحة رايحة إلى بيت أم إيهاب الوزني وتقلها إحنا سنقتص والمشكلة تقلها ترى إحنا الآن نخاف عليك أهم شي عندنا حياتك وأمن العراقيين وبسبب هذه الذريعة قدمت إحاطتها المشروهة إلى مجلس الأمن الدولي حتى إذا ذكرون قبل الانتخابات المبكرة لكي تبرر وياها السفير البريطاني السابق والسفير الأمريكي السابق يريدون يبررون أنه يا بي احنا ما بحاجة إلى انتخابات مبكرة ويجب أن تبقى حكومة السيد مصطفى الكاظمي بعدين الله يجزيهم بالخير إخواننا في استخبارات كربلاء تحية من نائلهم اجوا اكتشفوا قتلت القاتل الذي قتل إيهاب الوزني واعترف قال يا أبا أنا مو بس هذا قتلته أنا قتلت حتى فاهمنا طائل وقتلت عباس كاظم أو الخزعلي هذا ضابط الاستخبارات في منطقة الحر بكربلة وطلعت الاعتراف طلعت بس طلعته نوموها خلا فسنا نريد نفتح ذيك الصفحة بس أقول هذا السيناريو نفسه قاعد يتكرر في العراق قاعدين يجون بالليل هو أكو متضاغر متضاغر عنده اعتراضات على سبيل المثال هو شوقت يعترض يروح يعترض بالنهار إذا هو عنده مشكلة مع رئاسة الجمهورية يروح يعترض أمام رئاسة الجمهورية يروح يعترض أمام وزارة الداخلية مثلا احنا كنا موجودين نغطي كصحفي من كنت في طهران كنا نشوف كانت تجأصل وزارة الثقافة والإرشاد كانت ترسل لنا رسائل تقول اليوم أكون مظاهرة احتجاجية موجودة في المكان الفلاني واذا تريدون تحضرون للساعة الفلانية للساعة الفلانية محددة مرتبة من صارت اعتداءات سبتمبر مثلا فالعونا المتظاهرين يتعاطفون مع ضحايا اعتداءات سبتمبر وهم بلغتنا وزارة الثقافة كثير من الاعتراضات على الدولة الإيرانية كانت الوهي الوزارة تبلغنا بشكل رسمي وهي وزارة رسمية يعني إذا تكون تظاهرات واعتراضات يجب أن تكون في سياقها بالليل ليش بالليل ليش بالليل ويستخدمون الأسلح بالليل يجون بالليل هذه عصابات هذه منظمات ارهابية هذه جماعات انفصالية هذه جماعات من الخارج ومعروفة وثبتة في التقرير المشترك لوزارة الاستخبارات وللحرس الثوري الإيراني جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري يجعوا بالتأكيد أكدوا وثاب شوفوا مثلا نطلب لكم مثال وأختم الوزارة والحرس الثوري عدهم أجلة مثلا قضية محسى أميني من اللي نشر صورتها الأولى من المستشفى طلعت وحدة صحفية تشتغل في صحيفة إيرانية وهذه البنت عدهم وثائق بينوها طلعوا والوثائق وأنا بعيني هذه اللي بات شريها كلها الدول شفت شفت الوثائق شلون مسافرة من إيران إلى تركيا بحجة السياحة ومن تركيا لكفوها أخذوها بدولة أوروبية ودربوها شلون تخلقين خبرا مفتعلا يثيروا الرأي العام المحلي والعالمي مش روحة البيان تجي بي بي سي فارسي وتقرير موجود لا يزال في موقعها الرسمي تجي بي بي سي فارسي تجي تقول تنقل هذه القصة تقول ادعى البيان كذا لكنه لم يقدم أدلة وأنا بعيني هاتين شاهدت الدليل دليل سفرها وبطاقتها والدولة اللي جاعدة بيها بالمناسبة هذا الموضوع موضوع تربية الصحفيين وإعدادهم في مراكز معينة لاستخدامهم في مرحلة معينة لدي حوله الكثير من المعلومات العملية إن شاء الله في يوم من الأيام سأوحدثكم نعم أحبائي هم يستهدفون الإسلام مو بس يستهدفون جمهورية الإسلامية مو بس يستهدفون إيران بغرض تجزئتها لا لا يستهدفون الإسلام فكر بيها وأنا لدي حوله حديث آخر بإذن الله تعالى في أمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة